مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب آدم وحواء والسقوط تحدثنا الإسبوع الماضي عن أنه لا وجود لأي نوع من التشابه بين خلق آدم وحواء وبين الأساطير السومارية وما تذكره هذه الأساطير واليوم أريد أن أجيب على سؤال هل الاعتقاد بأن آدم وحواء وقصة السقوط مجرد رمز لكنها ليست تاريخي يؤثر على الإيمان المسيحي أم أن حقيقة كون آدم شخص تاريخي وحواء أيضا وكون قصة السقوط قصة حقيقية حدثت مع آدم وحواء مهم جدا في الإيمان المسيحي ولا يمكن أبدا أن تستقيم العقيدة بمجرد أن ننظر لهما على أنهما رموز فقط أشكده عنوان حلقة اليوم هو آدم وحواء والسقوط رموز أم شخصيات وأحداث تاريخية هل هما مجرد شخصيات رمزية ليست تاريخية وأن السقوط أيضا صورة رمزية للواقع الذي يعيش الإنسان لكنها قصة ليست حقيقية أم أن آدم وحواء كما يذكر الكتاب لنا من أول سفر تكوين أنهما شخصيات تاريخية وأن أيضا السقوط حدث تاريخي يقول دينيس لعموريكس في كتابه Evolutionary Creation وهو كتاب بحاول يؤكد فيه على أنه آدم هو جاء نتيجة التطور وليس نتيجة الخلق المباشر يقول آدم لم يوجد وهذه الحقيقة لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على قائد المسيحية الأساسية فإيماننا لا يعتمد على تاريخية آدم هذا كلام خطير جدا لأن مجرد نزع التاريخية من أحداث الكتاب المقدس يصبح إيماننا المسيحي إيمان ليس له أي أساس ما ينفعش نؤمن بأن المسيح قام مجرد كفكرة وأن المسيح صلب مجرد كرمز لكن إيماننا المسيحي يؤمن أن الأحداث التاريخية هي الأساس الذي يبنى عليه الإيمان هي الأساس من خلق آدم للسقوط لدعوة الله لإبراهيم للنزول إلى مصر والخروج من مصر لمجيء رب يسوع وميلاده من عذراء وحياته وتعليمه وصلبه وموته وقيامته كلها وصعوده كلها أحداث تاريخية فالإيمان المسيحي يبنى على التاريخ وعلى مصداقية الحدث وليس مجرد زي ما بيقول هذا الأخ أن إيماننا المسيحي لا يتأثر بأي شكل من الأشكال إذا كانت القصة تاريخية أو غير تاريخية طبعا دا كلام مجرد بيدافع عن وجهة نظره لكن هذا الكلام لا يستقيم من لا يؤمن بتاريخية الأحداث المسكورة في الكتاب المعدس فهو لا يؤمن بالإيمان المسيحي مطلقا مطلقا وعش كده قلت المسيحية مبنية على تاريخ على أسس الإيمان المسيحي له جزور تاريخية ولما أتكلم عن حياة المسيح أنا أتكلم عن مثلا تاريخ أنه جاء في يوم الأيام وعاش في علمنا وعلم وجال وصنع خيرات وحكم عليه بالموت وصلب ومات وقام وصعد ما قدرش أقول إن دي كلها مجرد رموز مش مهم حقيقة قيامة المسيح المهم إن المسيح يكون قام في فكرك وفي قلبك لكن مش مهم إن يكون إنه قام تاريخيا لا لن يستقيم قيامة المسيح في القلب إن لم يكن المسيح قد قام تاريخيا ودي نقطة في غاية الأهمية ولا يمكن أبدا أن نتنازل عنها لا يمكن لأن إيماننا المسيحي مبني على حقائق تاريخية طيب اللي بيعترضوا على تاريخية آدم بيقولك إنه آدم ليس شخصية تاريخية هو مجرد شخصية رمزية بيبنوا هذه هذا الإدعاء على أي أساس كميز هم طبعا عندهم بعض الإعترضات على تاريخية آدم وهنحاول إن إحنا ناخد هذه الإعترضات والأسباب اللي بيبنوا عليها رمزية آدم ورمزية السقوط ونقشها واحدة واحدة هذه الإعترضات هي خمسة أنا حطيتهم كده قدام حضراتكم مرة واحدة علشان أنا نناقشهم واحدة واحدة يعني بعد كده إعتراض لغوي قالك إنه كلمة آدم آدمة تعني الإنسانية فلا تعني شخص لا تعني شخص شخص بحد ذاته تعني فكل مرة وردت فيها كلمة آدم آدمة تعني الإنسانية هل هذا يستقيم مع قراءتنا للقصة الكتابية؟ هنشوف هنشوف كويس الاعتراض الثاني قالك فكرة وجود حية بتتكلم ده لابد أن تأخذ مجازيا ما ينفعش ناخد دي حقيقية ما فيش حية بتتكلم في مرة كنت في جلسة وكنا مجموعة من يعني الأصدقاء وكان معانا واحد معروف بأفكاره الليبرالية فكان بيعترض على تاريخية آدم وحواء بهذه الفكرة إنه مش ممكن يكون إنه في حية بتتكلم وبعدين عارف إنه أنا ممكن أرد عليه فراح بصلي وقال لي هتقول لي كمان إنه في حمار بيتكلم قصة بالعام أنت مسدق الكلام ده أنا بس احترما لشخصه كنت فعلا هقول له ومزال للأسف الحمار يتكلم إلى يومنا هذا لكن هذا هو الاعتقاد إنه بما أنه في حية تكلمت يبقى ما نفعش إن يكون القصة حقيقية لازم تكون رمزية لازم تكون رمزية سبب الثالث قال لك القصة تحمل كثير من العبارات المجازية ومكتوبة بأسلوب شعري بجد أي واحد بيفهم فيه اللغة العبرية أو راية النص بلغته الأصلية يقدر يجاوب على السؤال ده وهنجاوب عليه سبب الرابع قال لك هناك تشابه كبير زي ما احنا شفنا في الحلقات بين قصة الكتاب المقدس والأساطير قصة الكتاب المقدس والأساطير ردينا على إنه لا يوجد تشابه نهاية لا يوجد تشابه وإنه محاولة إلصاق الكتاب المقدس بأسطورة من الأساطير ده نوع من الوهم حجر الرأي الخمسة ودي يمكن هي النقطة الأساسية النقطة الأساسية يقول لك مش ممكن أبدا أؤمن بخلق آدم وفي نفس الوقت أؤمن بالتطور أنا عايز أؤمن بالتطور إنه الإنسان لم يوجد هكذا مخلوق هكذا ما وجدش مرة واحدة كإنسان الإنسان تطور الخليقة تطورت من خلية واحدة إلى خليتين إلى خلايا منقسمة إلى سمكة إلى برمئيات إلى ثديات ثم في الآخر قرق الإنسان فآدم هو أول إنسان منتصب فبالتالي إذا قبلنا نظرية التطور والتطور يؤمن بملايين السنين كويس ما ينفعش نقبل إن ربنا خلق آدم وحوى في يوم الأيام وهكذا كل الذين يقبلون نظرية التطور يرفضون تاريخية آدم يرفضون تاريخية آدم طيب نيجي إلى الرد على الإعتراضات الإعتراض الأول قال لك الكلمة العبري آدم تعني الإنسانية وقال الله نعمل الإنسانية فخلق الله الإنسان فهنا بتكلم مش على شخص قال لك هنا بتكلم مش على شخص آدم هنا رمز للإنسانية فالحديث كله هو عن إنسانية كويس هذه الإنسانية اللي بدأت ملايين السنين مع أول إنسان منتصب فآدم ليس مجرد فرد individual شخص لكنه آدم يشير إلى الإنسانية وأنا هقرأ لحضراتكم لو خدنا المفهوم ده كويس ويطبقناه على النص الكتابي هنروح إلى سفر التكوين ونطبق إنه ناخد الإنسانية على أنها الإنسانية هي كويس نطبقها على اللي بيقولوا الإخوة هؤلاء الإخوة طيب خليني أقرأ ابتداء من أصحاح 2 من سفر التكوين أصحاح 2 ومن عدد 7 وجبل الرب الإله آدم ترابا فهخليها الإنسانية ترابا من الأرض أنا كل كلمة قدامها آدم هأراها إنسانية وشوفوا أنتو النص هيتقر إزاي ونفخ في أنفيه نسمة حياة فصار الإنسانية نفسا حياة وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقية عدن ووضع هناك الإنسانية الذي جبله وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيد الأكل وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر وكمل الإراية وأخذ الرب الإله الإنسانية ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها وأوصى الرب الإله الإنسانية قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون الإنسانية وحده فأصنع له معينا نظيره وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية فأحضرها إلى الإنسانية ليرى ماذا يدعوها وكل ما دع به الإنسانية ذات نفس حية فهو اسمها طيب نكمل الإراية لأنها يعني هتبقى جميلة في أصحاح أربعة من سفر التكوين لو خدنا آدم وبدلنا كلمة آدم بالإنسانية من شخص إلى الإنسانية وعرف الإنسانية حواء امرأته فحبلت وولدت له قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند رب ثم عادت فولدت أخاه هبيل وكان هبيل رعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض طيب أصحاح خمسة هذا كتاب موليد الإنسانية يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله ذكرا وأنسى وباركه ودعا اسمه آد الإنسانية يوم خلق وعاش الإنسانية 130 سنة وولدا على شبهه كسورته ودعا اسمه شيثا وكانت أيام الإنسانية بعدما ولد شيث 800 سنة وولد بنين وبنات فكانت كل أيام الإنسانية التي عاشها 930 سنة هل يستقيم النص إذا أرينا كلمة آدم بدل من نقرأ نشير إليها على أنه شخص فرد يبقى آدم مجرد الإنسانية لا يستقيم النص لا يستقيم النص نهائي يبقى النص مضحك وعرفت الإنسانية حواء وعاشت الإنسانية 130 سنة قبل أن يلد بنين وبنات وعاشت الإنسانية 930 سنة سممات كلام غير واقعي لكن لمجرد يعني حجة بيبنو عليها هذه الأفكار لكنها في الحقيقة يعني سند خايب سند خايب وخايب جدا ولا يستقيم معه النص طيب أجي إلى زي ما قلت استخدام كلمة آدم لتشير إلى البشرية لا يتماشى مع بقية القصة الكتابية العهد القديم كله عندما يشير إلى آدم يشير إلى شخص يشير إلى شخص في كل المرات التي ذكر فيها آدم في العهد القديم وفي العهد الجديد يشير إلى فرد شخص لا يشير إلى البشرية لكن يشير إلى فرد كائن عاقل مفكر وهكلم عن النقطة دي بالتفصيل لكن الرد على الاعتراض الثاني يبقى الاعتراض الأول قالك كلمة آدمة تشير إلى البشرية والإنسانية فبالتالي هنا لا يشير إلى شخص بعينه لكن يشير الإنسانية في مجمعها أو عن كلام غير حقي الاعتراض الاعتراض التاني بيقول لنا الاعتراض التاني قالك إنه الحية بتتكلم مفيش حية بتتكلم وإنه مجرد إنه الكتاب يذكر إن الحية تكلمت يبقى لازم ناخدها على أنها قصة رمزية وليست قصة حقيقية وبيستخدمه كلمة الأسطورة لتشير إلى حدث أو قصة غير حقيقية الغرض منها توصيل فكرة غرض منها توصيل فكرة فهنا قصة آدم وحواء وسكوت هي قصة غير حقيقية هي أسطورة لكن الغرض منها توصيل فكرة إنه الإنسانية وحشة إنه البشر صاروا وحشين إنه فيه حاجة غلط في الإنسانية وطبعا كلام الحية ده بياخدوك سبب أهو شايف الحية تكلمت دزاي ده أسطير ده مش حية طيب أسألك سؤال ماذا عن الأرواح الشريرة التي كانت تتكلم من خلال البشر وتكلمت مع الرب يسوع مرات ومرات قبل أن ينتهرها ويأمرها بالخروج من البشر هل تكلمت هل تكلمت الأرواح الشريرة ولا ما تكلمتش هل تكلمت في البشر ولا ما تكلمتش شخص مش هو المتكلم ده الروح الشرير هو اللي كان المتكلم بنفس الحالة الروح الشرير يستطيع أنه يستخدم وسيلة ما مرئية زي حية زي بشر ويتكلم من خلالها هل قصص إخراج الشياطين في الكتاب المؤدس قصص خرافية هل لاجئون اللي أخراجه الرب الجيش الكبير ده واللي تكلم مع الرب وقال له طيب خلاص خلينا نروح في الخنزير اللي موجودة هل ده كله قصص أسطرة ولا حقيقة هل هو حقيقة ولا لا كلام الحية مع حواء لا يتعرض مع كون القصة حقيقية والأشخاص حقيقيين وتاريخيين لا يتعرض أبدا لا يتعرض إلا إذا كنت بتؤمن أنه لا يوجد شيء اسمه معجزة أو فوق طبيعة وأن المعجزات ما هي إلا وهمة من الخيال أنه ما فيش حاجة فوق الطبيعة ممكن تحصل مع أن الشيطان قوي وقادر وستطيع أن يفعل أمور فوق قضية البشر ولأنه روح يستطيع أن يدخل في أشخاص أو في كائنات ويتكلم من خلالها هذا لا يتعرض مع الكتاب المؤدس لا يتعرض مع الكتاب المؤدس فالاعتماد على أنه بما أنه الحية تكلمت يبقى القصة الرمزية اعتماد غير حقي وسند غير حقي أن إلا الاعتراد الثالث الاعتراد الثالث بيقول أنه القصة أساسا مليانة بالرموز ومكتوبة بأسلوب شعري بما أنها مكتوبة بأسلوب شعري يبقى أكيد مش قصة حقيقية يبقى زي أي قصة كالي لو دمنا أو قصص القصص الغير حقيقية المستخدمة لتوصيل أفكار معينة بس أي واحد بيدرس سفر التكوين وبيدرس الأصحاحات الثلاثة الأولى يعرف عن يقين أن هذه الأصحاحات كتبت كتبت لتحكي لنا قصة تاريخية ولم تكتب شعرا أو مجازا كتبت بأسلوب توثيقي ليوثق الأحداث ولأنه أسلوب توثيقي ففيه تتابع للأحداث وقال الرب وصنع الرب وجبل الرب من آدم وقال أوصى الرب الإله آدم قائلا إلى آخر هذه التتابع في الأحداث وتتابع في الأحداث اللي يقراها شوف هناك تتابع فعلا في الأحداث وعش كده في العبري في حاجة بنسميها واو العطف الف consecutive الف أو الواو دي تستخدم في كتابة التتابع الأحداث وعلماء اللغة بيقولوا لنا أنه الفاف أو الواو ذكرت في سفر التكوين من واحد إلى ثلاثة أكتر من مئة مرة لتؤكد لنا تتابع الأحداث والكاتب بيكتب لنا أحداث موثقة متتابعة وراء بعض وليست وليست مجرد شعر ودي حقيقة حقيقة بتقول لنا أنه هذه القصة هي قصة توثيقية فيها تتابع لأحداث كثيرة حصلت وفيها نتائج لأحداث تمت ونقدر نقراها ونفهمها بصورة صحيحة ففكرة أنه سفر التكوين من واحد لا تكتب شعرا وبالتالي نحن نرى هذا النص على أنه مجاز ده كلام غير حقي ده كلام ممكن يضيحك بيه على ناس البسطاء لكن لما تيجي لتكلم عن النص ودرسته هذا لا يستقيم مع دراست النص لغويا طيب البرهان أو سوري النقطة الرابعة الاعتراض الرابع اللي كان بيقولوه اللي هو مش ممكن تقبل نظرية التطور وخلق آدم وحواء هو ده حقيقي طبعا إذا كنت بتؤمن أنه الإنسان تطور من كائن غير عاقل من كائن غير عاقل إلى كائن عاقل وإنه وإنه الإنسان تطور مش بس من كائن غير عاقل إلى كائن عاقل لكن إنسان تطور من شيء وصار شيء أو شيء تصار بعد كده إنسان يبقى لما تيجي تقرى سفر التكوين وإنه ربنا خلق الإنسان وخلقه على صرته وعلى شبهه وإنه لما وجد آدم وجد آدم كاملا شخصية كاملة لم تحتاج إلى تطوير ولم تحتاج إلى تعديل بل يقول الكتاب وراء الله وإذ ما صنع وإذ هو حسن جدا عندما خلق الإنسان وجعلوا رأس للخليقة وصلتوا على جميع طير السماء وسمك البحر وعلى كل حيوان يدب على وجه الأرض كان هناك شركة وعلاقة ما بين الإنسان والله إذا قابلنا قصة التكوين ما ينفعش نقبل معاها قصة التطور ما ينفعش وش كده النهاردة في البعض اللي هما بيؤمنوا بفكرة إيه بفكرة بيسموا نفسهم المؤمنين المؤمنين المتطورين يعني هو مؤمن بوجود الله لكنه في نفس الوقت هو بيؤمن بتطور يعني ثياستيك إيفولوشنست ثياستيك يعني مؤمن بالله إيفولوشنست يعني ميؤمن بالتطور وبيحاولوا يربطوا ما بين دا ودا ويعني لكن خليني أنا أكلم عن الجزء دا شوية بس خليني أخذ مداخلة الأخ متا وأرجع أكمل محر ألو ألو سلام المسيح سلام المسيح أهلا بيك أخ متا أهلا بيك أهلا بيك حقيقة أنا استمتعت بالاستماع للحلقتين السابقتين عن تناقضات في موضوع الخلق وآدم وحواء ما بين الكتاب المقدس والأسطورة الشوارية حقيقة أنا عندي بعض النقاط لو سمحت وأتمنى أن لا أخذ أخذ وقت كثير في تلك النقاط فضلا حقيقة أول من التباين بين هذين بين الكتاب المقدس النصر الكتابي والأسطورة السومرية نلاحظ أن الكتاب المقدس يتكلم عن وحدانية جامعة للرب الإله بينما الأسطورة السومرية هناك تعدد للآلهة والتكاثر ونسل لتلك الآلهة النقطة الثانية هناك صيفات الرب الإله في الكتاب المقدس والذي هو كلي القوة وأيضا وأيضا خارج نطاق الزمان والمكان بينما في الأسطورة السومرية الآلهة تتباين في القوة والمكان والزمان النقطة الثالثة الخلق في النص الكتابي هو ينبع من محبة الرب الإله للإنسان يعني جعله مسؤولا عن الأرض وسيدا عليها كما في الإصحاح هو حد الثمانية أو عشرين فالرب أعطى لآدم مجدا ولم يطالبه بأي شيء أما الأسطورة السومرية فخلق الإنسان جاء للعبودية من أجل خدمة الآلهة النقطة الرابعة الخلق أو الخالق أفهم في الكتاب المقدس خلق الكون من العدم أكسنهلو لكن الأسطورة السومرية كان الخلق يأتي من جثث الآلهة وخلق الإنسان تم من دماء بعض الآلهة مما سبق نرى أن لا يمكن لأي شخص عاقل ومنصف أن يرى أي تناسق بين هاتين الروايتين ولكن مع كل هذا هناك نقطة مهمة أخرى ألا وهي أن الكتاب المقدس قد ذكر لنا وبكل صراحة بسر التفصيل عن انحرافات وتمرد شعب إسرائيل على الرب الإله منذ الخروج إلى ملاخي ولم يذكر لنا الكتاب ولو لحادثة واحدة فقط بأن شعب إسرائيل قطعنا في النص الإلهي بأنه أساطير الأولين هذا لم يرد مطلقا مع العلم أن الكتاب المقدس ذكر لنا انحرافات البشر وشعبهم بمن فيهم الأنبياء ولم يذكر ولو مرة واحدة أن هناك شخص أو مجموعة من الأشخاص طعنت في النص أو السردية الكتابية وقالت أنها هي من أساطير الشعوب الأخرى أي من هذا يعني بما يخص تلك الشخصيات التي تدعي هذه الفرضيات الحقيقة هذه ومنهم السيد خجع الماجد طبعا تحترام إلى شخصه نتكلم عن أشخاص لكن نوصف حالة وفكر هؤلاء الأشخاص يعانون من الثرابات نرجسية الشخصية لديهم انعكاسات أو يعقسون أو يسقطون ما لديهم من مشاكل على الآخرين أما بالنسبة للجزء البعض من الذين يسمون نفسهم آباء وخدام في الكنيسة ويتبنون هذا المنظور حقيقة هؤلاء أعتقد أنهم منبهرون بإطروحة مغلفة من الخارج بإسم الأكاديمية والضحف العلمي ولكنها منطقيا فاشلة ومنحارفة مع العلم أن هؤلاء يستضيفون السيد خزعل في كنائسهم ويكتبون كتب من أجل أن ينشروا المرض بين الناس أشكرك أشكرك أنا لا بالعكس الإضافة الإضافة بتاعتك جميلة ومهمة أخمت لأنه يعني حضرتك لخصت اللي تقال في الحلقات اللي فاتت ما بين الأساطير السومرية وقصة الكتاب المؤدس وكمان أنا عايزة أقولك أن النهاردة السبح سجلت حلقة جديدة إن شاء الله تتزاع وريب برضو عن الرد على دكتور الخاز على المجد بالأخص في نقطة أن اليهودية والطورة نشأت في بابل كويس يعني أتمنى أتمنى أن تتواصل معي إذا كان لديك رقم حق بالتأكيد بعد الحلقة بعد الحلقة لأن لدي ما أقوله لك في هذا الموضوع شور 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 شكرا لك ربي بارك خدمتك ربي باركك حمين ومن تنجيب دا إليك ربنا يخليك شكرا لك ربي باركك شكرا ربنا يباركك شكرا نشكر ربنا أنه يعني الفهم الصحيح للنص الكتابي بيقول لنا لا يمكن أبدا أنك تربط ما بين النص الكتابي ما بين الأسطورة نهاية يعني أنت بتكلم عن حاجتين مختلفتين في الشكل وفي المضمون وفي كل عاجل ما تدرج تربط أنه ما تدرج تجد دليل ما عندكش دليل تقول أنه الكاتب التوراة أخذ من الأسطورة السومرية يعني خليني أرجع إلى تاريخية آدم تاريخية آدم زي ما قلت مهمة جدا يا ترى إيه هي البرهين اللي بتأكد لنا تاريخية آدم كويس هنرجع للكتالة المعدس تشوف إيه البراهين اللي بتأكد لنا تاريخية آدم وهل ينفع أن احنا ناخد آدم ونجعله شخصية رمزية هل يستقيم الإيمان المسيحي هل تستقيم عقيدة الخلاص ولا لأ من أول الأشياء المهمة جدا في تاريخية آدم والتي تثبت لنا أن آدم شخص تاريخي هي وجود اسم آدم في سلاسل النسب يعني لما نقرأ عن سلاسل النسب من أول تكوين خمسة من أول تكوين خمسة منقرأ عن سلسلة النسب والأجيال والأولاد والبنات والأحفاد والناس اللي خرجوا من آدم وجود آدم في هذه سلسلة النسب وإحنا عارفين سلاسل النسب مرتبطة الأنساب مرتبطة بأشخاص مش مرتبطة بأوهام وحتى وصولا إلى سلسلة نسب الرب يسوع لها كل المجد الموجودة في إنجيل لؤة اللي مسكور فيها آدم فإذا تعاننا في تاريخية آدم كأننا بنطعن في تاريخية شخص الرب يسوع المسيح لأن كل الأشخاص اللي ذكروا فيه سلسلة نسب الرب يسوع أشخاص تاريخيين كلهم من آدم إبراهيم إسحاق إسحاق ليعقوب وكمل وكمل حتى مجيء المسيح وكأنه اللي بيطعن فيه تاريخية آدم بيقول لنا إنه كتاب الأناجيل بالروح القدس فهموا غلط أو ما كانوش فهمين أساسا إنه آدم شخصية رمزية لكن آدم في الكتاب المؤدس بعهديه القديم والجديد هو شخص تاريخي أكبر دليل على كده سلاسل النسب ومنهم سلسلة نسب رب المجد يسوع المسيح بإنجيل لؤة ارجع لها ارجع لها لأن الطعن في تاريخية آدم كشخص في سلسلة النسب هذه هي طعن في شخص المسيح نفسه حاجة تانية أو خليني أعلق قبل لما نروح لحاجة تانية إذا كان آدم شخصية غير تاريخية يكون نسب المسيح بالتالي بلا قيمة ويفقد الإنجيل كل مصداقيته لأنه يكون في هذه الحالة قد تأسس على كذبة أو خرافة وهذا بطبيعة الحال مستحيل لا يمكن حضرتك عايز تؤمن بالتطور أؤمن بالتطور لكن ما تجيش تؤمن بالتطور وتقول يا سلؤاد عشان أنا عايز برضو أؤمن بالكتاب المؤدس فأنا هؤمن إن آدم شخصية رمزية مش هينفع مش هينفع ماذا عن شهادة الرب يسوع عن تاريخية آدم هل شاهد الرب يسوع على إنه آدم شخص تاريخي هل تحدث رب المجد عن آدم على إنه شخص تاريخي أنا قلت قبل كده بالنسبة لي أنا كشخص لو الرب يسوع قال حاجة هي دي الأولى والأخيرة ما فيش بعدها نقاش لأنه أي نقاش وأي تحدي لأقوال الرب يسوع هي تحدي للكلمة المتجسد الله الظاهر في الجسد وما فيش فيه تهريك إحنا ما بنهرجش في الموضوع ده فلما نيجي مثلا الرب يسوع بتكلم عن آدم في أكثر من مناسبة في حديثه عن الزواج والطلاء ماذا قال الرب يسوع في حديثه عن الزواج والطلاء الرب يسوع في حديثه عن الزواج والطلاء عاد إلى الخلق خلق الله لآدم وحواء فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنسا يعني هناك وجود خالق وهذا الخالق أوجدهما أوجدهما ما تطوروش يعني أوجدهما ذكرا وأنسا وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه والتسج بإمرأته ويكون الإثنان جسدا واحدا إذن ليس بعد إثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان من أغرب الحاجات اللي أنا سمعتها وأريدها في أحد في أحد أحد المفسرين يعني الذي لا يؤمن بتاريخية آدم قال لك إحنا مفروض ما ناخدش تاريخية آدم في هذا النص على محمل جد ليه؟ قال لأنه رب يسوع هنا بيجاري أكوميديت قال لكم من التعبير الرب يسوع بيجاري الإيمان المتعارف عليه في ذلك الوقت فالناس بتؤمن إنه آدم شخص تاريخي وهو يعلم إنه آدم مش شخص تاريخي لكنه بيتماشى مع الناس في إيمانهم يعني يعني مش عارف ما عنديش رد ما فيش ردود أوقات الواحد لما بيسمع هذه الكلمات إزاي إن رب يسوع يعني تكيف مع إيمان الناس تكيف مع إيمان الناس نفس فكرة الله إنه ما فيش حاجة اسمها أرواح شريرة دي كلها كانت أمراض نفسية الطب النفس الطب النفسي النهاردة قال لنا عن كل هذه الأمور أنها أمراض نفسية بس لأنه الناس زمان ما كانش عندهم طب نفسي وعلم نفس وما كانش يعرفوا الأمراض النفسية فكان كل هذه الحالات ينسبوها إلى أرواح شريرة فلما جي الرب يسوع هلو بالكم من الكلام اللي بتقالها لما جي الرب يسوع هو مش عايز يعارض الناس في إيمانهم فتماشى مع إيمان الناس أنتوا بتقولوا عليهم أرواح شريرة ماشي أنا هقول عليهم كمان أرواح شريرة وكأن الرب يسوع لا يعلم وكأن الرب يسوع يعني يغير فكره بما يتناسب مع الناس ويغير اقتنعاته لكي ما يتماشى مع الناس لأ الله يصدمهم حرام يعيني يقول لهم أنه دي أمراض نفسية كلام في منتهى الخطورة لكن زي ما قلت أنه أنه الرب يسوع تكلم بصراحة عن ترخيط آدم في مرة 19 وكمان في مرء 9 وعندنا يعني من أجل ذلك كأنه ما بإنسان واحد دهنا جي نص تاني بوليس تكلم عن آدم أكتر من مرة وطبعا أكتر نص تتكلم فيه الرسول بوليس عن آدم كان رمية 5 ورمية 5 رسالة رمية من الرسالة المهمة جدا اللي بتكلم لنا عن بر الله بر الله كيف كيف يتعامل الله بحل مشكلة الإنسان وهي الخطيئة فالجميع أخطأوا اليهود خطأ الأمم خطأ الجميع أخطأوا وأعوازهم مجد الله وبر الله ظهر في يسوع المسيح ظهر في يسوع المسيح بوليس في أصحاح 5 من رسالة رمية بتكلم في الجزء الأولاني عن نتائج البر فإذ لنا سلام مع الله إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله إلى آخر الجزء لكنه بيجي في الجزء الثاني من رمية 5 ويكلمني عن إنه إزاي بخطيئة الواحد خلوا بقالكم الواحد بخطيئة الواحد دخلت الخطيئة للعانا لكن كمان ببر الواحد يسوع المسيح يتبرر الإنسان وإذا كانت الخطيئة بواحد والبر بواحد مش ممكن أبدا تستخدم واحد كرمز وواحد كتاريخ فإذا كان آدم رمز يبقى المسيح رمز وإذا كان المسيح تاريخ يبقى آدم تاريخ مش رمز يعني نشوفه في رمية أصحاح خمسة بيقولناه من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة للعالم وبالخطيئة الموت وأكد أكتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع أي دراسة لحالة الإنسان؟ وما قال إليه الإنسان في هذه الأيام لابد أن تعود إلى تكوين أصحاح الثلاثة من أين بدأت الخطيئة؟ وكيف تحول الإنسان من كائن مخلوق على في البر وفي القداسة والبراءة إلى كائن يعني كائن وحشي يفعل الخطيئة ومنفصل عن الله ويدمر نفسه ويدمر الآخرين ويدمر العالم اللي فيه من أين ناشأت الخطيئة؟ من أين ناشأت الخطيئة؟ إذ أخطأ الجميع فحتى النموس كانت الخطيئة في العالم يعني قبل النموس كانت الخطيئة في العالم على أن الخطيئة لا تحسب أن لم يكن نموس يعني الخطيئة موجودة لأن الإنسان خاطئ لكن النموس قال لي دي اسمها خطيئة الشهوة موجودة لكن النموس قال لي الشهوة خطيئة الزنا موجود وخطيئة لكن نموس جاء لي الزنا خطية ويعاقب عليه الرب لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت الكثيرين لا يستقيم هذا النص أبدا إذا كان آدم رمز والمسيح تاريخ لكن يستقيم فقط إذا كان آدم شخص تاريخي رأس للخليقة الأولى والمسيح شخص تاريخي هو آدم الأخير غير كده لا يستقيم تيموسوس الأولى أصحح 2 وعدد 13 لأن آدم جبل أولا ثم حواء واخد الترتيب الخل بتاعهم زي ما ذكره في سفر التكوين أصحح 2 وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي آدم أخطأ لكن اللحمة للإغواء كانت الحية مع حواء هي التي أغويت وأعطت لرجلها فأكل في كرونسوس الأولى أصحح 15 بيكلم عن قيامة المسيح وأصحح مهم جدا مرتبط بقيامة المسيح اللي هي تعتبر أساس قيامة المؤمنين كويس فبيقوله لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سياحي الجميع فمنفعش آدم يكون رمز والمسيح شخص تاريخي لا يستقيم هنا أيضا النص إذا كان آدم شخص رمزي لأنه أيضا هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول ده بيحددها بيقولك مين ده آدم ده مين مين ده آدم آدم ده يوأ مين قالك الإنسان الأول نفسا حيا لأن الله نفخ فيه نسمة حياة أما آدم الأخير رب يسوع روحا محيا هو لها يحيي لأنه آدم الأول دخلت به الخطيئة والموت أما آدم الأخير رب يسوع فهو الروح المحي لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني الإنسان الأول من الأرض الترابي ده آدم الإنسان الثاني الرب من السماء فالمقارنة هنا مهمة جدا مهمة جدا أن يكون آدم تاريخي شخص تاريخي لأن المسيح شخص تاريخي فبالتالي تقدر تصنع هذه المقارنة يقول الرسول بوليس في أعمال 17 لما راح أثينا قال لهم وصنع من دم واحد كل أمة من الناس من دم واحد لنا أب واحد يسكنون على كل وجه الأرض وحدد بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم طب إيه بقى هل في أخطار لو أنا يعني خدت آدم على إنه رمز إيه الخطورة في كده يعني أنت ليه بتعقدوها زي البعض بيقول ليه بتعقدوها ما تخليني يا أخي أقبل إنه آدم شخصية رمزية وبالتالي يعني أبقى مرتاح من ناحية قبولي لتطور وقبولي لترخية آدم هناك أخطار مهمة جدا وخطيرة جدا ألخصها في ثلاث حاجات إذا آدم شخص غير تاريخي والسقوط أيضا حدث غير تاريخي يبقى مفهوم الخطيئة عندنا مختلف يبقى الخطيئة ليست التعدي زي ما هو مذكور في قصة آدم وحواء ولكن لو الخطيئة مفهومها مختلف يبقى الخلاص كمان مختلف لأنه الخلاص هيكون من نين ومن إيه والمسيح أيضا كمخلص ليس يكون فيه احتياج لي قلينها الشح الحقيقة الأساسية والمركزية في رمية خمسة هي عمل المسيح الفداي صح صح هذا العمل الذي صنعه المسيح يأتي في قارينة تاريخية ومقارنة بين شخصيتان تاريخيتان وهما آدم والمسيح آدم الأول وآدم الأخير مصدقية وتناغم تاريخ الفداي كله يعتمد على هذه المقارنة التاريخية مفهوم خاطئ عن الخطيئة الخطيئة هي تعدي ولأن آدم تعدى ونحن كنا في آدم كل الجنس البشري كان في آدم فعندما سقط آدم سقط الجميع عندما سقط آدم سقط الجميع بنولد منفصلين عن الله أعداء لله محدش بيعلمنا إزاي نعمل غلط إحنا بالطبيعة بنعمل الغلط إحنا بنعمل الخطيئة مش لأننا خطاة لا 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 إحنا خطاة فبنعمل الخطيئة لأننا خطاة بنعمل الخطيئة التعدي أجرة الخطيئة موت المفهوم ده لو مش موجود في سفر التكوين أصحاح ثلاثة يبقى أيضاً مفهوم الخلاص هيبقى مختلف مفهوم خاطئ عن الخلاص إذا تغير مفهوم الخطيئة إيه يبقى الخطيئة بالنسبة لهم هل الخطيئة هي التعدي إذا آدم شحص رمزي هل الخطيئة هي التعدي هل الخطيئة هي كسر نواميس الله هل نتيجة كسر نواميس الله انفصل الإنسان وحكم عليه بالموت هل صار الإنسان ميت بالزنوب والخطايا ومحكوم عليه بالموت الأبدي ولا إيه مفهوم الخطيئة لو قصة آدم وحواء قصة رمزية إيه مفهوم الخطيئة أنا مش عاير بصراحة لكن هتكون الخطيئة هي يعني ليست التعدي تكون الخطيئة إنه إحنا كويسين مولودين كويسين بس العالم اللي إحنا موجودين فيه بيخلينا نعمل غلط واتكون بالنسبة لنا الخلاص يبقى هنا مش محتاج موت نيابي مش محتاجين حد يحمل تمن خطايانا اللي هو موت المسيح النيابي على الصليب يبقى نبوة أشعياء كلنا كغنى من دلالنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميع أنا ملهاش أي قيمة إذا اختلف مفهوم الخطيئة يبقى مفهوم الخلاص أيضا مختلف لكن الحاجة الخطيرة هو أيضا مفهومنا عن المخلص لابد أن يكون مختلف ليه هو ليه المسيح تجسد ليه التجسد طب ليه الميلاد العذراوي ليه المسيح ولد من عذراوي ليه التجسد لأنه آدم الأول كان ممثل عن الجنس البشري نائب عن الجنس البشري ففي خطيئته خطيئته وتعديه سقط كل الجنس البشري هتقول لي وانا زنبي لك ده موضوع كبير بس كلنا النهاردة عارفين إيه زنبينا احنا كمصريين مثلا أن النور يقطع علينا وأن البلد تبقى في ظلام وأن الاقتصاد منهار وأن الديون عملاته تراكم علينا وأنه بنقع من حفرة بنطلع من حفرة نقع في دوح ديره إيه زنبينا لأنه النائب عننا تصرفاته بتحسب تصرفاتنا ونتائج تصرفاته بتحسب علينا تحتاجنا نائب جديد ينوب عن الإنسانية زي ما آدم الأول أخطأ وعصى وسقط نحتاج إلى آدم الأخير الذي ببره ببره نصير أبرار بحياة القداسة وبموته الكفاري نتبرر من خطيانا فاحتاجنا إلى مخلص هذا المخلص كان لازم يأتي إلينا وكان لازم يتجسد وكان لازم يولد من عزراء إن من ينادون بعدم تاريخية آدم هم ينادون ينادون بإنجيل آخر ليس هو إنجيل المسيح ولا إنجيل بر الله في المسيح يسوع إنما هو إنجيل آخر إنجيل مزيف غير حقي إنجيل ليس فيه الخطيئة بمفهومها الواضح في الكتار المؤدس إنجيل ليس فيه الخلاص بمفهومه الواضح في كلمة الله إنجيل لا يحتاج للمسيح ولا لعمل المسيح ولا لتجسد الكلمة تاريخية آدم واحدة من أساسيات الإيمان المسيحي وأعتقد أن هناك خطورة كبيرة لو إحنا تنازلنا عن تاريخية آدم وزي ما قلت إذا كان الرب يسوع شاهد عن تاريخية آدم فالموضوع بالنسبة لي أنا كشخص منتهي ولا يمكن أبدا أن أقبل بفكرة أن آدم شخصية رمزية أنكمل مع بعض في الحلقات اللي جاية فيلنا نألتقي سلام المسيح